ليه ممكن يكون شخص شغال في شركة توصيل وعارف ان رقم موبايله وعربيته متسجل على الابليكيشن ويفكر يخطف او يختصب حياء الوضع اصبح مريب موضوع غريب جدا ومتكرر لدرجة ان الناس اصبحت طول الوقت متخوفة هل يطرى اركب في اابليكيشن متعلق بالتوصيل ولا الاقمن ان يركب مثلا مواصلات عامة للأسف طبعا ده مش متاح عند الكل ولكن الحقيقة الجرائم المتزايدة والمتكررة اصبحت طول الوقت بالطردنا والحقيقة انه شبح يمكن اهالي كتير ما بتنامش بسببه وبنات كتير الحقيقة اصبحت مروعة وحاسة بكارثة حقيقية بتقوتها من جميع الاتجاهات بسبب هذه الابليكيشن المتخصصة في التوصيل طيب كارثة جديدة والسبب تطبيق التوصيل الخاص اوبر لسه الناس ما نسيتش حبيبة الشماع ووفاتها بعد تعرضها للخطف من سائق اوبر علشان نتصدم بواقعة جديدة وبردو السبب اوبر ايه اللي بيحصل وليه تطبيق للتوصيل المفروض انها شركة محترمة يكون دي حوادثها المتكررة الغلط جاي منين؟ هطلم من حضراتكم تشاركونا المواقف المختلفة كل البنات اللي معانا في اللايف ده عايزلكو تحكولنا اكتر ايه اللي تعرضتولو ممكن تكونوا مرتو بيه اثناء استخدامكم لتطبيقات التوصيل وخاصة قول طيب على ما يشاركنا كثير من المتابعين خليني اقولكم في البداية انه كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات مات دولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بشركة نقل خاصة على سيدة بالقاهرة وذكرت الوزارة انه تبين تلقي الاجهزة الامنية بمدرية امن القاهرة بلاغ يوم 12 مايو الجاري من احدى الفتيات بانها حال استقلالها سيارة تابعة لاحدى تطبيقات النقل الزكي قائدها باستحبها لاحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة ناصر تاني وحاول التعدي عليها وبحوزاته سلاح ابيض كان معاه قطر في ايده ده طبعا اصفر عن حدوث اصابات وتمكنت البنت في النهاية من الفراد بعد تقنين الاجراءات امكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حين وتبين انه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم كما تم ضبط السلاح الابيض والسيارة المستخدمين في الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وكانت شقيقة المجني عليها نشرت منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه ان شقيقتها تعرضت للخطف ومحاولة الاختصاب من قبل سائق اوبر بصحراء التجمع مساء 11 مايو الحالي يعني الحقيقة اكيد تفاصيل مؤلمة جدا ومرعبة لكل بنت او حتى كل ام ممكن تعتمد على اوبر علشان توصل اولادها سواء لاماكن دروسهم او لمدرسهم الموضوع كبير جدا ولوه تفاصيل عديدة وهنا يبقى السؤال الابرز ليه الحوادث دي بتتم من خلال اوبر؟ هل ما فيش متابعة مثلا من الشركة؟ هل الشروط الخاصة بانك تكون سائق في اوبر اصلا مش امنة بشكل كافي انها تأكد لنا ان السواء ده شخص قادر ومؤهل انه يكون امين على اللي راجبين معاه خروقات كتير لازم لها وقفة كبيرة خلونا مع حضراتكم نشوف التعليقات وتعليقات البنات اللي بيحكوا لنا عن تفاصيل تعرضوا ليها خلال رحلاتهم في اوبر او احدى التطبيقات المشابهة انا كمان عايز اقول لحضراتكم انه موضوع الفيزا مؤخرا اصبح عامل ازمة كبيرة جدا عند كتير من السوائين يعني انا شخصيا لما باجي اطلب اوبر كتير جدا من السوائين بيكلموني قبل مركب او حتى بعد مركب يسألوك هو انت هتدفع كاش ولا فيزا الموضوع اصبح مريب ده تقريبا بسبب ان شركة اوبر بتأخر عليهم فكرة سددهم للفيزا يعني انا لو شخص ركبت اوبر وكررت ان انا ادفع بالفيزا بعد كده الشركة على ما بتحصل الفلوس دي تحصلها ويقدر العامل يحصلها من الشركة ده بياخد وقت كبير جدا فاحيانا مثلا ممكن يكون عامل نازل عايز يفتر يتغدى عنده يعني بعض الالتزامات اليومية فيكرر انه انا عايز الفلوس دلوقتي فده انت ما بتقدرش توفرهله من خلال الفيزا فده اعتقد انه يعني مع البحث وشوية كلام مع بعض السوائين اكتشفنا انه الشركة اصلا بتأخر على السوائين فلوس الفيزا اللي بتدفع من خلال الفيزا فعلشان كده دايما نلحيها قصة الفيزا ولا كاش دي عاملة مشكلة وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دي اخت المجني عليها كانت مبارح عرضت ستوريز على انستجرام كانت بتحكي فيها تفاصيل الواقعة ولما يعني دخلنا شوية في القصة اكتشفنا انه اصلا اختها هي اللي كانت طلبة لشقيقتها اوبر يعني كان اصلا الرحلة متسجلة على موبايل اختها عشان كده هي كان معاها كل ملابسات الواقعة من البداية لانه السائق طلب من البنت قال انت في البداية قال لها تدفعي فيزا ولا كاش فالبنت قالت له انا هدفع فيزا فطلب منها انها تكنسل الرحلة علشان هو محتاج فلوس كاش فطبعا البنت قالت له مش انا اللي طلبها الرحلة اختي اللي طلبت هذه الرحلة فطلب منها انها كمان تكلم اختها وتكنسل الرحلة طبعا اكيد كان وقتها بيفكر انه لما تكنسل الرحلة ساعتها مش هتقدر تمسك حاجة عليه ما أنت لو كانسلت الرحلة وبقى مظبوط عند شركة أوبر أن الرحلة دي ما تمتش وقتها لو قدمت بلاغ أو عمل فيها أي حاجة ما تقدرش تثبت أنها كانت معا في العربية والحقيقة أن سالي أختها اكتشفت هذه القصة فلما البنت كلمتها نبيلة كلمت سالي أختها طلبت منها أنها تكانسل الرحلة لأن الراجل مش عايز فيزا طبعا أختها رفضت وقالت لها هو لو عمل فيك حاجة وانت رجبة وانا كانسلت الرحلة مش هنعرف نجيب حقك حيث أن سالي كانت على وعي كبير جدا وعندها يعني قدر من الوعي كافي يخليها أنها ما تكانسلش الرحلة وتكمل الرحلة طبيعي حتى لو الراجل معترض وده فعلا اللي حصل بالفعل الراجل خد البنت ركم بيها في صحرا في التجمع التالت وده اللي بتحكيه سالي في الستوريز اللي حضراتكم شايفينها ركم بيها في صحرا وحاول الاعتداء عليها وطلع قطر وفعلا عور البنت في ايديها وكان فيه دم موجود في كل حتة حيث أن الصورة اللي على الشاشة هنا سالي بتشكر رجال الشرطة شكرا للمباحث شكرا للسرعة على القبض على السوائين الاثنين المجرمين مبارح شفنا صور وتعرفنا عليهم بعدها بكام ساعة وتقبض فعلا عليهم النهاردة إحنا رايحين دلوقتي النيابة لتكملة وتأكد من المجرم وكمان خطف أختي دعولنا نجيبها أختي كله من الأول من سوائين بعدها من أوبر وأهلو حقيقة إنه إهمال كبير جدا بتتسبب في شركة أوبر أدى إلى خطف أكتر من بنت طبعا شفنا كلنا وتابعنا كل تفاصيل أزمة حبيبة الشماع اللي ما فاتش حيئة يعني شهور قليلة جدا وبنشوف الحادثة بتتكرر كانت ممكن تكون نبيلة دي مكان لقدر الله حبيبة لكن الحمد لله ربنا نجاها وخرجها منها على خير ولكن طبعا دخلت عملت عملية لأنه لما اتعورت في إيديها بالكطر يعني كانت في وريد من الإيد فده أدى إنها لازم تعمل عملية فورا وفعلا نبيلة دخلت إلى عمليات بعدها وعملت عملية كمان عندنا فكرة تغيير العربية الحياة دي حاجة متكررة جدا كنت بقابلها وأكيد كتير من حضراتكم كانوا بيقابلوها عايزاكم برضو تحكولنا مواقفكم مع هذه القضية ولكن إنه فكرة إن أنت تطلب عربية فيجي لك اسم السواء ورقم العربية ورقم موبايلو فتتفاجأ إن الموبايل نفس الرقم والسواء بيكلمك بيقولك فندم أنا واقف قدامك لكن العربية اتغيرت لأن العربية اللي معايا حصل فيها عطل أو أنا كنت مسجل برقم عربية تاني أنا شخصيا تعرضت للمواقف ده أكتر من ثلاث أو أربع مرات ووقتها رفضت إني أركب العربية لأن أنا أركب عربية ليس لها أي معالم عند الشركة الأصلية ما لهاش أي معالم عند أوبر فالنهار ده أنا لو تعرضت الخطف تعرضت الاختصاب أنا ما أقدرش أثبت إن أنا كنت موجودة داخل هذه العربية الحياة إن أنا وقتها حاولت تتصرف صح ومركبتش ولغيت الرحلة لكن يمكن بنات تانية كتير يعني تنخدع في إنه الراجل بيقول إن عربية حصل فيها ظرف أو عربية عطلت فمعلش يا بنتي يعني الحياة في كتير من البنات بتنخدع في اللي قدامها فأرجوكم لو حصل معاكم هذا الموقف ما تركبوش العربية ما تركبيش عربية أنت معكيش أي دليل إنك رجباها لأن ده ممكن يؤدي بينا إلى فوادس أخرى مفجعة مماثلة لحبيبة الشماع ومؤخرا القضية اللي بكلم حضراتكم عليها قضية نبيلة هي أن أنا عايزة حضراتكم كمان تشاركونا بكل تفاصلكم وحكويكم عفوا الغير يعني مفهومة أو الغير مبررة حتى لو ما انتهتش في النهاية بخطف أو بقتل لقدر الله لكن كمان أكيد في بعض السائقين بيرهبوا البنات أثناء ركوبهم معهم يعني أحيانا في بعض التصرفات الغير طبيعية بتظهر على بعض السوائين بيؤدي في النهاية إلى أن البنت تحس بالرعب والصوف والفزع ده في حد ذاتها جريمة الحياة فكرة أن أنا أركب بنت معايا وأبدأ أخوفها في بعض الناس بتمارس هذه الأسليب يعني كنوع من أنه يعني أنا جامد أنا دلوقتي أقدر يعني البنت اللي معايا دي أحسسها أن أنا لها سلطة عليها كان ده متكرر جدا حتى لو القضية ما انتهتش في النهاية بخطفه ولكن في هوادث كتير مماثلة لرجالة أو سوائين أوبر وهم بيضايقوا البنات أكيد أكيد في بنات اتعرضت لمواقف مماثلة أو مواقف فيها يعني ترهيب أو اعتداء من بعض السائقين ولكن أنا مقدرة جدا أن في بعض البنات بتخاف تحكي ولكن النهاردة خلاص يعني أصبح أنه مفيش حد أصبح خايف من أنه يحكي لأن أنت لما بتحكي تجربتك يمكن أنت تكوني بتوعي غيرك يمكن إحنا نكون بنفتح قضية لازم وقتها فعلا أنها تتفتح دلوقت لأنها أصبحت متكررة أصبحت بترهيب كتير من البنات وأصبحت كمان شبح بيطارت كتير من الأهالي حيث أنه مش كل البنات تقدر تركب مثلا مواصلات عامة لأن في بعض المناطق ممكن ما تكونش تحت بيتها في مواصلة عامة فتضطر أنها تركب أوبر تروح بيه مشوار ما فأصبح الوضع مروع أصبح الوضع شبح بيطارت كل بنت قررت تخرج من بيتها وها معهاش عربية أو مش قادرة تركب المواصلات العامة وقررت تطلب إحدى شركات النقل زي أوبر طيب موضوع الفيزا ده الحية في ناس كتير تفعلت عليه وفعلا قالت أنه كتير جدا من السوائين بيطلب قبل ما تركبي العربية قولك هو إيه اللي بيحصل حركة تدفع كاش ولا فيزا لو كاش ممكن في نص الرحلة ينزلك في صحر عادي جدا لو هتدفع له فيزا إما الحل الثاني أنك تدفع له كاش فبعض البنات الحية مش بيكون متوفر معها فلوس كاش أثناء الرحلة لأنه الابليكيشن بالفعل موفر إمكانية أن أنا أدفع عن طريق الفيزا لكن بعض السوائين وفعلا حصلت هذه الواقع مع واحدة كمان من صديقاتي أنه كانت ماشية في طريق سريع يعني طريق كانت متجهة لمدينتي وكانت على السويس وده طريق اللي يعرفه هو ده الطريق اللي حصلت فيه حدثة بالمناسبة حبيبة الشميع طريق ضلمة صحراء ما فيهوش إمكانيات ما فيهوش أي شيء تقدر البنت تتواجد فيه ولما سألها في نص الرحلة أنت تدفعي فيزا ولا كاش فقررت قالت له أنا هدفع فيزا لإني مش متوفر معايا كاش قرر سواء يركن وينزلها في الصحراء ومش مهم ممكن إيه يحصل مش مهم إيه البنت ممكن تتعرض له حيئة يعني بعيدا عن إن دي حوادث أصبحت متكررة لكن فكرة لا إنسانية يعني أنا لو شخص أصلا ماشي في طريق ولقيت بنت وقفة في صحراء هركبها معايا خوفا على حياة هذه البنت أو ما ممكن تتعرض له خلال وقفها في مكان زي ده لكن بعض الرجال للأسف ما عندهمش أي إحساس بالمسؤولية ما عندوش أي إحساس إن الستة دي ممكن تكون أخته ممكن تكون مامته ممكن تكون قربته هي إنه بعض الناس بتلغي ضمرها أحيانا أثناء هذه التطبيقات قصص مؤلمة ومرعبة تعرضت ليها كثير من الفتيات عايزة حضراتكم تشاركونا في التعليقات بهذه القصص عايزين نوعي غيرنا وعايزين نقدم رسالة لكل البنات ما تخفيش اتكلمي لأن الحقيقة كلامك النهاردة ممكن يوعي غيرك كلامك النهاردة ممكن يخلق حالة من الوعي عند كثير من الأسر ومن البنات وأيضا لشركة أوبر نفسها إلى الحقيقة أنا مش قادر أفهم قواعد الشغل عندها ماشية إزاي يعني هل مثلا أوبر عندها خلل في الإدارة هل أوبر مش حريصة على إنها تختار ناس تقدر تحافظ بيهم على سمعة الشركة للحقيقة خلال الشهور الأخيرة هتسورت تانية فأصبحت سمعة الشركة بيطلق عليها طول الوقت إنها شركة فشلة وأنا عايزة أقول فين الخلل؟ فين المشكلة؟ هي إن واحدة من التعليقات زوزة جمال بنت بتقول إنها شركة فشلة زي ما أنا لسه حالا كنت بقول لحضراتكم هي إنه أصبحت الفشل هي سيمة شركة أوبر بعد تكرر هذه الحوادث المرعبة جدا للبنات هليني أقول لحضراتكم مرة أخرى إنه ذكرت الوزارة وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مات دولته ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بشركة نقل خاصة على سيدة بقاهرة وذكرت الوزارة إنه تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة بلاغ يوم 12 مايو ألجاري من إحدى الفتيات بإنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الزكي قام قائدها باستحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة ناصر تاني وحاول التعذي عليها وكان بحوزاته سلاح أبيض وهو قطر ما أصفر عن حدوث إصابتها وتمكنت من الفرار بعد تقنين الإجراءات أمكن تحديده ضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين إنه مقيم بدائرة قسم شرطة المؤطم كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياء إنه كمان من بعض التعليقات اللي ظهرت معانا على اللايف بنت بتقول إنه لازم أوبر تتقفل حياء إنه منعا لهذه المهزلة وتقرر هذه الحوادث لازم فعلا يتم اتخاذ إجراء فورا فورا ضد شركة أوبر لإنه الحقيقة أصبح الوضع مزري هل ده ممكن يبقى حل فعلا لو شركة أوبر اتقفلت؟ حياء أنا عايزة حضراتكم تشاركونا كمان مزيد من التعليقات هل أنتم فعلا مع إنه إحنا ناخد أو يتاخد إجراءات قانونية صارمة ضد شركة أوبر ولا يتم قفل الشركة من الأساس؟ حياء سؤال تاني بيطرح نفسه ما بين جميع الأهالي وجميع البنات المتخوفين هل الوضع أصبح واقع؟ ما فيش متابعة ولا فيه سيطرة على شروط السائقين اللي بيختروهم هل ده أصبح أمر واقع خلاص أصبحنا عايزين فيه؟ يعني أنا كبنت بطلب أوبر أصبحته طول الوقت مهددة من فكرة الخطف والترهيب والقتل والاختصاب هل ده بقى أصبح الواقع اللي إحنا بنعيشه؟ هي أعتقد إنه ما فيش حد هيرضب لي بيحصل لأهالي ولا بنات لازم هيتاخد وقفة كمان قانونية اتجاه شركة أوبر اللي الحقيقة أصبحت يعني سمتها للمخالفات متكررة بشكل أصبح بيصير الرهبة والرعب كمان بين الأهالي والفتيات زي ما حضراتكم شايفين الفيديو اللي بيعرض قدامكم ده فيديو للسائق اللي كان متفق اللي حين خليني أحكي لكم مرة أخرى القصة بشكل سلس وهو إنه كان فيه اتنين من السوائين البنت طلبة أوبر وجالها عربيتين هي البنت ريك بيت عربية غلط لأنه التاني كان مفاهمها نديل عربي يعني هم بيتواصلوا مع بعض سائق أوبر متفق مع شخص تاني الاتنين متفقين على خطفة هذه الفتاة واختصابها فالاتنين موجودين هي ريك بيت العربية الغلط لأنه السائق فهمها نهيئة دي العربية الصحة ودي واحدة من العربيات اللي ظهرها في الفيديو أمام حضراتكم دي العربية اللي تم اختطاف البنت فيها وأرقام السيارة واضحة جدا وتم نشرها بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مهم أن البنت ريكبت العربية وفعلا ميشي بيها السائق ولما وصل لمنطقة صحرة في التجمع الثالث قرر أنه يقول لها أنه هيشرب ميا من شنطة العربية ونزل فعلا جاب كطر وركب جنب البنت وبدأ يخوفها ويبقى عايز يعني التعدي عليها لكن البنت رفضت وبشدة وبحسب كلام أهلها قالت له ده مش هيحصل إلا على جستي وبالفعل البنت بدأت تقاومه وبدأت تدافع عن نفسها فالكطر جي في إيديها وعوارها ودخل في شريان من إيديها وبناء عليه السائق بدأ أنه يخاف شوية من فكرة الدم وقال لها هو أنت بعد كل الدم اللي شايفها ده أنت مازلتي مش خايفة ومازلتي بتقاومي فقالت له أنت مش هتاخد أي حاجة مني غير على جستي وحاولت فعلا البنت تهرب ونزلت في الصحرة وجريت العربية وسبها في الصحرة دم البنت كان محوتها من جميع الاتجاهات وبعد تقريبا تلت ساعة من وجودها في الصحرة عدت عربية نص نقل فيها اتنين من الرجال نزلوا وأنقذوا البنت ونقلوها للمستشفى معنا الحياة تعليق مهم وواضح أنه من سواق تاكسي والتاكسي بيقول إحنا مالنا باللي بيحصل ومالنا بالقرف ده والله العظيم فيه سواقين تاكسي محترمين واضح أنه سائق التاكسي عندهم كمان سواقين التاكسي عندهم رسالة مهمة محتاجين يقدموها لأنه بالتأكيد مش كل الناس عندها هذه يعني خليني أقول السلوك العدواني والغير إنساني والسلوك اللي ممكن يرهب هي عديد من الفتيات هي أن يعني سواقين التاكسي دايما بيتكلموا عن فكرة انصراف الناس عنهم واتجاهم وإقبالهم على تطبيقات النقل المختلفة زي أوبر فأحيانا بيكون التاكسي أأمن التاكسي ممكن يكون السائق بتاعه هو راجل سوي كبير أنت قادرة تبقي محددة وانت راجبة معاه أنك مش في عربية خاصة فأنت وانت ماشية في الشارع أي كمين أي شخص عادي قادر يحدد أنك بنت غريبة عن السائق اللي أنت راجبة معاه لكن أحيانا في بعض العربيات اللي بتبقى ملاكي تبع شركات النقل الخاصة بتبقي راجبة مع السواق وحتى الناس اللي ماشي حواليك في الشارع الملخطين بيك ما بيبقوش فاهمين أنك راجبة أوبر حتى إذا حصل أي حاجة حاولتي تستجيدي أو تستنجيدي ببعض الناس الناس ممكن ما تكونش فاهمة أنك أصلا راجبة أوبر أو ممكن يكونوا فاهمين أنه أنت راجبة عربية خاصة بتاعتك أو بتاعت حد من أهلك اللي احنا عمالين بنعرضه لحضراتكم على الشاشة ده فيديو لسائق الأوبر ورقم عربيته وصيارته اللي فعلا نقل بيها البنت الفيديو انتشر مبارح انتشار واسع جدا على كل منصات وتفاعل مع عدد كبير جدا من البنات والسؤال اللي أنا بطرحه مرة أخرى على حضراتكم ليه ممكن أنا يكون رقمي ورقم عربيتي موجود على أبليكيشن وقرر فجأة أن يخطف بنت بدون مفكر في أي عواقب بدون مفكر في القانون ممكن يحصل إيه؟ دون مفكر في حياة البنت دي إذا أهلها حتى لو موتها حتى لو اختصبتها أهل البنت دول هل هيسكتوا؟ هل أنا مستعد يعني أضحي بمستقبلي وبمستقبل عيلتي في سبيل أنه أنا أخطف بنت أو أختصبها؟ أعتقد أنه كثير من هذه الحوادث بتكون صاحبها أو السائق فيها ممكن بشكل كبير يكون خارج عن الوعي بسبب شربه أو تعب فيه المخدرات وده فعلا اللي أمرت بيه نيابه هو إجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد إذا كان هو فعلا يعني شارب أثناء الرحلة ولا لا يعني بالتأكيد تفاصيل كثير وحوادث وكومنتات وحكاوي من بنات من كل أنحاء مصر بتتكلم وأصبحت بتخرج عن صمتها للحديث علشان تواعي غيرها وعلشان تحكي قصصهم المروعة مع شركة أوبر بالتأكيد إحنا هنتابع مع حضراتكم كل المستجدات هنا من تلفزيون اليوم السابع أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من ناحي